ليه كابتن جهاد؟ يعني مثلا كابتن مراهيم نور الدين يا دوبك ساب التحكيم في أرض الملعب بقى مسؤول في لجنة الحكام تمام ليه كابتن جهاد كل الشهور ديت مش هقول كل السنوات عشان هي فترة قليلة كل الشهور اللي فات دي كلها مش موجود في أي منصف في أي لجنة حكام على فكرة أنا طبيع عمري وكنت مستجل على حاجة أنا مش كستخش دي مش مشكلة خالص أنا عايز أدخل أسيب بصمة أعود فترة محترمة مع اتحاد يقدر الشغل ويقدر أن أنت عايز تعمل حاجة جادة في التحكيم المصري ونعمل حاجة محترمة تبنل على الأرض أنا مش قصة أنا خش النهاردة بالرئيسة لجنة حكام خالص ولا ساعت عليها حاجة تانية فضل العلاقات أنا مش ما بجريش عمري ما بجريت على حاجة يعني حتى من ضمن الكلام اللي اتقال من سيمين الناس أنت جريت عشان تخش تتحادل أفريكي خالص أنا الموضوع كان جالي مجرد التصارم الكابتن عم حكيم شهلمان رئيس الاتحاد الليبي رئيس الاتحاد شمال أفريكي وقتها كابتن جالي احنا عايزينك في الاتحاد الأفريكي وقلنا الكلام ده على الترابيزة والناس المدعامل ده محتاجين مننا الجواب من الاساس جمال علام واللي الاتحاد المصري يقول إحنا مقفقين جهات جريشة بما موجود معنا في الاتحاد شمال أفريكي ونأخذك من هناك لراجل عضو لجنة في الاتحاد الأفريكي حيل رح الاساس جمال قعدت معه سعتين مرافض وده سبب رفض ده أنا شخصيا نشتغل مع الاتحاد ده لأن أنا روحت لك عشان أخد جواب منك تقول لي أنا ما عنديش مشكلة إن جهات جريشة يروح اتحاد شمال أفريكي رفض ليه والله ما عرف في لقات النهار ده ما عرفش السبب الراجل اتصل بيه ونقعد معاه يعني اتصل هو كابتن جمال الاساس جمال علامة اتصل بالكابتن عبد حاكم الشلماني واتصل بيقال له أنت فعلا محتاج جهات جريشة قال له آه يشهد على الموضوع ده اللي بش مهندس أحمل مجاه تصل بيه شخصيا يا بقى كابتن جهاد لازم تشكر يا بقى كابتن جهاد لازم تشكر يا بقى كابتن عبد حاكم الشلماني وقال له لازم تشكره لأنه طرح اسمك على الترافيزة بش مهندس هني دعم كامل لك أنا دعم كامل لك والراجل ده بصراحة كترخيره لنعرض اسمك حاكم كبير بيعرض اسم حاكم كبير انت حاكم كبير ما فيش نحن يختلفه طبعا مصري كبير ليه فيه آآ ألأ دايما منك عشان صريح آآ أنا عندي صراحة ووضوح آآ و المنظومة التحكيم مش هتقوم ولا يقوم لها قوم إلا بالصراحة و الوضوح آآ آآ كريم التحكيم محتاج آآ أنا تردت في تحدي الأفريق و تحدي دولي خبراتك للتحدي الأفريق و تحدي دولي الناس بتاع الشغل آآ يعني أقولك على بلاطة كده أنا بيقوله أنا لو مسؤول في التحكيم المصري استحالة تشوفني في إعلام استحالة يعني أنت بقى يمعك إعلامة هوت بيطلع معك أحلل في القناة و في الموقع لما أمسك المسؤولية استحالة أطلع في إعلام أنا شغلي شاغل أجهز حكامي عشان لما ينزول ملعب هم اللي يسوأوا شغلنا مش محتاجة أتكلمنا آآ ولما حكام ينزول ملعب يقدوا أداء محترم طيبوا ليه المسؤولين اللي حقيقين في لجنة الحكام بيطلعوا يتكلمون أنا مش عاجبني ده آآ لكن نتدور على المسؤولين في التحكيم الأفريكي انت لو تعرفه مش آآ لجنة الحكام تحكيم لا خالص تحكيم تحكيم كلام صح بعدما انخلص الإفنت ممكن يطلع حكم يتكلم ممكن يطلع مسؤول يتكلم مشرح حكم معي مجرد مجرد يطلع جدا مش طيف آآ واستخابة تاني آآ